أظهر برنامج راصد لمراقبة الأداء البرلماني أن 62% من المواطنين يعتبرون أن النواب يقومون بتقديم خدمات لأفراد معينين دون غيرهم من الدائرة الانتخابية وكان التحالف المجتمعي لمراقبة أداء مجلس النواب قد اختتم مشروع تحسين الأداء البرلماني من خلال تعزيز ممارسات المسائل المجتمعية والذي نفذه مركز الحياة راصد بشراكة مع 29 مؤسسة مجتمع مدني بعد أن اختتم التحالف المجتمعي لمراقبة أداء مجلس النواب برامج مشروع تحسين الأداء البرلماني من خلال تعزيز ممارسات المسائلة المجتمعية نشر التحالف نتائج أولية لمراقبة أداء البرلماني الثامن عشر من منظور وطني أبرز نتائج كانت أن 6% من الأردنيين يقولون أن تواصل النواب مع ناخبيهم في دوائرهم الانتخابية ممتاز فيما برز في النتائج أن 38% من النواب لا يوجد لديهم مكاتب رسمية في دوائرهم الانتخابية والمكاتب الموجودة فعاليتها ضعيفة وحول الخدمات المقدمة من قبل النواب أجاب 62% من الأردنيين أن النواب يقومون بتقديم خدمات لأفراد معينين دون غيرهم من نفس الدائرة البرلمان في أي دولة من دول العالم وحتى في دولة نهوة صورة عن المجتمع هو يعكس المجتمع بقيمه ورأيه وفلسفته وأيضا مبادئه لذلك يجب علينا جميعا أن نكون حريصين على هذه المؤسسة الدستورية وعلى أدائها هذا المشروع الذي امتد لأكثر من عامين اجتمل على مجموعة من الأنشطة والحملات والمبادرات بهدف تعزيز التواصل بين المواطنين والبرلمانيين كما تضمن المشروع مجموعة من حملات كسب التأييد تمحورت حول تعديل بعض بنود قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي نحن اليوم أمام 29 مؤسسة أصبحت مدربة ومؤهلة وجاهزة ونفذت بشكل تطبيق عملي المسائلة وكان للمبادرات التي قدمتها هذه المؤسسات أثر كبير جدا في كافة المجالات علينا أن نعمل جميعا حقيقة لتطوير السلطة الواقع التشريعية والسلطة التشريعية وتمكنها لأن تكون منتخبة جميعها ولأن تزال أي عقبات أمامها سواء في الدستور أو في الممارسة لتتمكن المواطن من مسائلتها ولتكون مسائلتنا لها ذات مضمون ومحاسبة قائمة أعضاء التحالف سلم التوصيات المنبثقة عن المبادرات للنواب الذين بادروا بدورهم لتبنيها بهدف عرضها وطرحها للنقاش داخل البرلمان لعلها تغير من حال المجلس الذي تتراجع ثقة المواطن فيه يوما بعد يوم أمين سليم رؤية